زي ما انت شايف كده من خلال اتباعي لخورزميات اليوتيوب اللي انا اشرح لك في الميديو قدرت اوصل للمحتوى الاجنابي اللي انت شايفه قدامك ب160 دولار من شهر مايو بس 160 دولار في شهر حتى كمان في المحتوى العربي في اخر 365 يوم قدرت حق ال4000 ساعة والالف مشترك مع العلم ان القناة اتنشأت السنة دي 2023 قدرت احصد عليها من خلال الفترة دي من شهر واحد لشهر خمسة 138 الف مشاهدة من خلال خورزميات انا اشرح لك في الفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة هنتكلم مع بعض عن اهم خورزميات السيو اليوتيوب علشان اليوتيوب يحبك ومحركات البحث عن اليوتيوب تحبك لازما تمشي مع حاجة اسمها يعني ازاي تتصدر محركات البحث الاولى بفيديوهاتك على اليوتيوب رفع الفيديو علشان ترفع انت فيديو على اليوتيوب بيتطلب عدة حاجات اول حاجة عندك العنوان تاني حاجة الكلمات المفتاحية تالت حاجة الوصف رابع حاجة واهم حاجة واهم سر عندك في اليوتيوب ترجمة الفيديو علشان يوصل لشريحة اكبر من الجملة يعني بدلا ما انت تستخدم الفيديو بتاعك علشان المنطقة بس اللي حواليك او الدولة اللي انت عايش فيها تتفرج على فيديوهاتك ممكن تخلي العالم كل يتفرج على فيديوهاتك ويكون مترجم بعد كده واهم حاجة انه هي الصورة اللفت انه هي صورة المصغرة عندك في اليوتيوب انا اجرب معاكم كده ازاي تقدر ترفع فيديو على اليوتيوب متوافق مع لمحركات البحث بيوتيوب عن طريق الخوازميات اللي انا اشرح لك واللي مش هتليها اصلا موجودة على اليوتيوب وهو الهالك بالتفصيل الممل على شان تفهم ان فيه حاجات مهمة ممكن تكون فيتاك فيه حاجات لازم ان انت تعملها فيه كلمات مفتاحية انت لازم تضيفها علشان تقدر تخلي الفيديو بتاعك يتصدر محركات المحصولين انا مش هتكلم معاك كتير لكن يلا بنا ندخل كده على الشرح معكم اول حاجة كده لو انت شايف كده ده فيديو عندي على اليوتيوب برفع كده الفيديو وهم رايح عندي عندي هنا على تحميل الفيديو زي ما انت شايف طبعا الصفحة دي اتلا غنى عنها انا مش هقولك اجيبها ازاي لان انت عارف كويس اهم حاجة عندي في اليوتيوب انك لما تيجي ترفع فيديو يكون العنوان هو نفس اسم الملف اللي كان موجود يعني لما جرجع تاني كده هلاقي اسم الملف حاجة اسمها هنا سي يو اليوتيوب لتصدر محركات البحث الاولى انت تروح ترجع عندك برضو هتلاقي العنوان كده وكمان هتلاقي اسم الملف بنفس الاسم بتاع العنوان ودي اهم نقطة لازم ان تكون عاملها عندك في الفيديو بتاعك تعال كده بقى للنقطة اللي بعدها هتروح عندك هنا على الوصف انت بتروح تملى الوصف زي ما انت عاوز براحتك خالص بالكلمة المفتاحية بتاعت العنوان يعني مثلا انا اروح عندي كده على سي يو اليوتيوب ده كده اسمها الكلمة المفتاحية بعد كده بقى عبدوش انت الكلام اللي عندك بس المهم استهدفت الكلمة المفتاحية اللي بعمل عليها الفيديو انا بتكلم مثلا معاك عن سي يو اليوتيوب انا كتبتها هنا سي يو اليوتيوب لتصدر محركات البحث الاولى بروح بنسخ العنوان ده بقوله هنا قبي واروح عند الوصف بتاعي وامراي حضيفه بالشكل ده كده بحيث ان هو يكون برضو في اول محركات البحث او اول الوصف عندي لما يجي بقى اي لأي زائر يجي يدخل على اليوتيوب مجرد بس ما بيكتب كلمة سي يو اليوتيوب بيظهر انت اول فيديو بتاعك او على الال ممكن يكون تاني فيديو دلوقتي لما اجي انزل تحت كده شوية عندي بعد الوصف ممكن تضيف اللي انت عاوزه عاوز تضيف مثلا رابط موقع عاوز تضيف فيديوهات تانية انت بتعملها اعلانات بس انت بتعمل اعلانات من نفس القناة بتاعتك انت بتيجي بقى تنزل تحت كده شوية كده خلاص مهمة الوصف انتهت فبسا اقول لك بقى ممكن ترجع تاني الوصف حاجة مهمة دي حاجة اسمها الصورة المصغرة لما تيجي ترفع صورة مصغرة حاول لنك تخليها صورة ملفتة يعني مثلا انا كنت رافع عن تصميم التطبيقات دلوقتي انا مخلني الصورة هنا ملفتة شوية انه حطت صورتي وحطت ماسك الدولار وبعد كده بتروح تكتب كده شوية كلام على الصورة بحيث ان هي صورة كزجزابة للمشاهد لما يجي للمشاهد بقى يجي يشوف الفيديو بتاعك او الصورة المصغرة على طول بيضغط على الفيديو اهم حاجة برضو تاني نقطة انك تروح تضيف قوائم التشغيل قوائم التشغيل دي عبارة عن فولدر انت بتضيف في فيديوهاتك يعني مكان كده بتخزن في فيديوهات وبتظهر فيما بعد من ضمن الفيديوهات المقترحة اللي بيشاهدها الزاير عندك على اليوتيوب طيب انا كده خلصت حتة قوائم الفيديوهات بروح عندي بعقوم ضيفها هنا في قائمة التشغيل واسمها اليوتيوب دلوقتي بقى انا هنزل تحت كده شوية هتروح عندك على حاجة اسمها هنا العلامات والعلامات دي اهم حاجة عندك في الفيديو بتاع اليوتيوب ده من خلال الفيديو انت بتروح تستخرج كلمات مفتاحية او علامات مفتاحية علشان لما يجي الزاير يجي يشوف او يجي يكتب اي كلمة مفتاحية في محرك البحث على اليوتيوب بتظهر الفيديو بتاعك من ضمن الفيديوهات اللي موجودة قدامه طيب انا هجب كلمات مفتاحية دي مين انت بتروح موقع واسب لك الموقع ده في الرابط اللي في التعليقات والموقع ده بيعمل توليد كامل للكلمات المفتاحية انا بطلع فوق كده عندي في العنوان وبروح بنسخ كلمة سي يو اليوتيوب بروح هنا بمحددها وقالي هنا كابيب وارجع تاني للموقع اللي انا اسبه لك الرابط بتاعه في الوصفة والتعليقات بابدأ افتح الموقع والموقع يظهر معي بالشكل اللي قدامك ده بلاقي هنا فيه علامة او كلمة سيرشي هنا بقوله هنا اضيف الكلمة المفتاحية ارجع تاني اخد كلمة سي يو اليوتيوب واضيف الكلمة المفتاحية كلها هنا وابدأ اعمل سيرش خلي بالك بقى مجرد ما عملت سيرشي كده هتلاقي فيه كلمات مفتاحية كتيرة تعالى تقدر تدفعى عندك العلامات المفتاحية عندك في الفيديو بتنزل تحت كده شوية بتضغط على كلمة قبي وترجع تاني عندك للفيديو وتروح عندك على العلامات وتضيف عندك العلامات دي كلها ويقول لنا best خلي بالك بقى الكلمات المفتاحية بتبقى مهمة جدا جدا علشان تخلي الفيديو بتاعك يتصدر محركات البحث او على يقول لما يكتف الزائر اي كلمة من الكلمات المفتاحية دي الفيديو بتاعك يظهر قدامه طيب دلوقتي كده انا اخلصت من اول حاجة اللي هي التفاصيل تعالى بقى لتاني حاجة واهم حاجة وانا ممكن اكون اعمل الفيديو ده كله وعلشان الحاجة المهمة اللي انا اقول لك عليها دي في حاجة اسمها عناصر الفيديو لو جيت تروح عندك على عناصر الفيديو لازما تروح تضيف ترجمة كلمة اضافة ترجمة ده يعني انت بترجم الفيديو لكل مختلف او كل مختلف اللغات او الجنسية بيتفرج على الفيديو بتاعك بس بيكونه ترجم يعني مثلا لو في حد عنده اليوتيوب فاتح التطبيق باللغة الانجليزية العنوان والوصف والفيديو بتاعك اصلا بيتحول للغة الانجليزية بس انت نفسك بتتكلم عربي لكن في شريط الترجمة واكيد شفنا فيديوهات من دي كتير هتلاقيها موجودة عندك في اليوتيوب ازاي بقى تضيف الترجمة عندك لفيديوهات اليوتيوب انت بس بتروح عندك على كلمة عناصر الفيديو وتروح تدور على حاجة اسمها اضافة ترجمة بعد كده عندك كده بتروح حيقولك انا يمكن الحصول الى شريحة اكبر من الجمهور من خلال اضافة ترجمة الى الفيديو انت على طلب بعد ما تجي تظهر معاك بتضغط على كلمة اضافة وبتروح عندك على كلمة تحميل ملف انا بقى شرحت قبل كده ازاي تقدر تترجم الفيديو لكل مختلف العالم او انك تخلي الفيديو بتاعك يظهر لكل اللغات وكل جنسيات العالم هتلاقي الرابط ده موجود في الوصف او التعليقات او موجود في الاي او نهاية الشاشة ازاي تقدر تترجم الفيديو بتاعك بشكل كامل دلوقتي انا رحت عندي كده عندي في حاجة اسمي يتضمن معلومات التوقيب هتقول له هنا متابعة وتروح عندك كده تقولون تضايف اللي هي الترجمة بتاعت الفيديو وزي ما انت شايف كده ظهر قدامي الترجمة تظهر بالشكل ده تمام؟ بعد كده لو جدت يروح مثلا كده هو بيغير على طول الترجمة على حسب الوقت وعلى حسب مدة الفيديو زي ما انت شايف بالطريقة ده وفيه نقطة مهمة لازم انت تعملها ولازم انت تكملها دلوقتي انا بروح عندي على نهاية الشاشة لازم تضيف نهاية الشاشة تضيف نهاية الشاشة بقى في اي فيديو انت عاوزه دي حاجة مهمة قوي علشان تكبر القناة بتاعتك بشكل اسرع يعني لو جيت مثلا نروح او من اضيف اي فيديو من الفيديوهات دي هتلاقي الفيديو ظهر معي طيب والافترض انه هو ما ظهرش معي اي فيديو بتروح انت تضيفها بشكل يدوي بتروح تضيف ادي صورة وبتروح تضيف ادي صورة كمان او بتروح تضيف اي فيديو المهمة تكون انت عاوز تعمل لفيديوهاتك كلها اعلانات ممكن كمان تضيف رابط او تضيف لوجو الاشتراك هنا بحيث الزائر لما يجي ينتهي من مشاهدة الفيديو بتاعك بيعمل لك اشتراك او بتغري بالصور المصغرة ادهي عن فيديوهات بتاعت القناة بتاعتك دلوقتي بعد كده بتضعط على كلمة حدث خلي بالك ان الفيديو ده انا بقدمهولك مجرد بس انك بتكلم معاك لكن لو انت عاوز شرح بالتبصيل ممكن تقولي في الكومنتات ان هدفي في فيديو ده ان انا وصل لك معلومات بسيطة وانا مش عاوز ازهقك مني لكن بقى تعالي بقى نروح اخر حاجة عندنا اضافة البطاقات هنا بتروح تضيف البطاقات اهم حاجة برضو في البطاقات دي ان هي بتظهر فيها علامة بتبقى فوق بالشكل ده كده يعني لو جيت تضيف هنا بطاقة تانية ممكن تضيف اي فيديو تاني براحتك وبرضو بتضيف اقصى حاجة ليك خمس فيديو ها ضيف خمس فيديو ها ممكن تنوعهم زي ما انا كنت عامل وقلت لك ان انا قدر اترجم الفيديو بتاعك وهتلاقي رابط التعليقات اكيد زهرت لك ان انفرويشن اول شعار الاي موجود اول الفيديو طيب بعد كده بتلغط على كلمة حفظ وبعد كده انا كده خلاص حفظت البطاقات نرجع بقى الاخر حاجة خالص اللي هو بقى نشر الفيديو فيه ناس بتعمل غلقة كبير قوي ان بتروح عنده مستوى العرض بتروح عاملة علني وتومية عاملة نشر على الطول دي حركة غلق انت المفروض انت بتعملهاش المفروض اول حاجة تعملها انك تروح عندك على كلمة غير مدرق وبعد كده بتقول له حفظ للفيديو ولما تيجي تحفظ الفيديو بتاعك انت اصبر عليه شوية يعني اصبر عليه مثلا ساعة او نصف ساعة بكتير قوي ولو حسيت ان الفيديو بتاعك هو ترند وهي المفروض يترفع حالا حاول تصبر عليه على انه عشر دقايق طب ليه اصبر عليه عشر دقايق لحد ما جودة الفيديو تتحسن جودة الفيديو تتزبط لو كانت HD او 4K انا فيديوهاتي كلها على اليوتيوب برفع عليك بجودة 4K لكن انت ممكن ترفعها بجودة HD فمحتاجة صبر شوية علشان ياخد ويدي كده مع بعض في اليوتيوب وانا كده رفعت معاك فيديو 13 دقيقة وانا حين عندي الفيديو حجمه صغير وانا كنت ضغط الفيديو طب خلي بالك بقى انا لما اجي افتح الفيديو كده وروحت على حاجة سنية عندي تحت هنا مستوى العرض لكن لما اولتك تخليها غير مدرج انت بس هتضغط عليها ضغطة كده وطول انت اعمل ضبط موعد العرض تعمل ضبط الموعد في المعاد المحدد او اقرب معاد ليك او ابعد معاد بنت عاوز براحتك خالص يعني لو فيديو ترند ممكن تروح تخليه مثلا بتاريخ من عرضة خمسة وعشرين وبعد كده عندي هنا المفروض الفيديو يترفع عندي كده الساعة 12 ممكن اخليه يترفع الساعة واحدة بالزبط وخليه ضبط الفيديو عرض اول طب ليه ضبط الفيديو كعرض اول ما خلتهاش نشرة على طول لو تم اليه لما جيت انا اعمل ضبط الفيديو كعرض اول بيظهر اشعارات للجميع المشتركين عندك انك هترفع فيديو قبلها بنص ساعة وقت رفع الفيديو اما لما تيجي تعمل نشر على طول ده مش هيعمل اي حاجة في الاشعارات او هيوصل فيه اشعار انك رفعت الفيديو وبالتالي بيبقى فرصة اكتر في المشاهدة من خلال ضبط الفيديو كعرض اول بيبقى اكتر من خلال نشر الفيديو كده وخلاص فيش افضل ونصيحة من اليك خليها ضبط الفيديو كعرض اول بعد كده بتضغط على كلمة تم ومن هنا بتضغط على كلمة حفظ التغيرات ده كل خوارزميات اليوتيوب وخلي بالك فيه ادوات كتيرة ممكن تساعدك انك تخليك تقدر تحتن المراتب الاولى في محركات البحث موجل زي الاداة اللي انا شرحت لكم من مرة اللي فاتت الاداة دي بتعرفك بتاعك يعني مثلا اداة ان تضيف ضفط خالص في البطاقات وقولك انت ضفط مهيات الشاشة وضفط كمان الترجمة والفيديو بتاعك او الفيديوهات بداعتك مفيش فيها اي تحيئر بها انت ضفط الفيديو كان معمول على مت اكس ودي غلط انا ضفطها في قوام التجهيل وقولك انا اعمل الفيديو بابلك للعامة وكمان مفروض تعمل شير لانفيسبوك كل ده ادوات ما هي الا بتساعدك فقط علشان تحتل المراتب الاولى لكن الادوات دي مهما استصرف عليها لو حد قلق تصرف عليها هي عمرها ما اطلعك محركات البحث الاولى بل هي بتساعدك خلي بالك بقى ان اقولك على سر وان ما اوي واسبك من الشرح اللي انا قلت قولك ده خصوصا في ترجمة الفيديوهات لما تيجي ترجم اي فيديو حاول تلطق الكلمات المفتاحية بشفيتك انت او بصوتك انت لانك لما تيجي ترجم الفيديو بعض الكلمات المفتاحية بتضاف عندك في الترجمة ومن هنا لما يجي الزائر بيضيف اي كلمة مفتاحية برضو بيساعد ان الفيديو بتاعك يظهر معاه في محرك البحث على فيديو انا ان شاء الله عملت جربة على الفيسبوك تقدر تنضم عليه علشان لو عندك اي استفسار قناة اليوتيوب او جوجل ادسنز او اضرح لها لك بازن الله هتلاقي رابط الجرب ده موجود في التعلاقات او الوصف ولو احتاجت اي حاجة حتى كمان تقدر تتواصل معي في التعلاقات وما تنسيش تدعم لللايك وسبسكراير للقناة واشوفكم بحلقة جديدة ومع السلامة